اشتركوا في القناة دعم ملكي لا محدود ساهم لتكون المرأة البحرينية مكونا أساسيا وشريكا جديرا في بناء الدولة وأكدت سموها عزم المجلس على مواصلة إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج والخطط المشتركة والتي يتم العمل عليها بالتنسيق المباشر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفيما يلي نص البرقية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم ملك البلاد المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تلقينا بكثير من الفخر والاعتزاز ما تفضلتم به جلالتكم بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة والتي تتزامن هذا العام مع احتفالات المملكة باليبيل الفضي لتولي جلالتكم حفظكم الله مقاليد الحكم مع تقديرنا وامتناننا العميق لما يحظى به المجلس من دعم الملكي اللامحدود طيلة مسيرة عمله وهو الأمر الذي هيأ لنا الأرضية الصلبة للعمل بجد واشتهاد لتكون المرأة البحرينية مكونا أساسيا وشريكا جديرا في بناء الدولة ولتساهم اليوم في رفعة بلدها وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة مؤكدين أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل بتوجيهات من جلالتكم أيدكم الله إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج والخطط المشتركة والتي يتم العمل عليها بالتنسيق المباشر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سواء على صعيد تطوير السياسات أو التشريعات أو الخدمات أو دمج احتياجات المرأة والتي تظهر إنعكاساتها واضحة من خلال المؤشرات الإيجابية لمستويات تقدم المرأة البحرينية في التنمية الوطنية وختاما ندعو المولى بأن يعيننا على مواصلة العطاء في ظل قيادتكم المباركة ونكون مع نساء البحرين في مقدمة الركب الذي يعمل على صناعة مستقبل البحرين الزاهر والله نسأل أن يحفظ جلالتكم بحفظه ويمتعكم بمنفور الصحة والعافية ويمدكم بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرنتكم سبيكة بن تبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ترجمة نانسي قنقر